عيث تنطلق في العاصمة الأمريكية ولمدة 3 يام غدا يعني تنطلق القمة الأمريكية الأفريقية بمشاركة حوالي 49 زعيم أفريقي في مقدمتهم طبعا الرئيس سيسي اللي متوقع أن يغادر غدا متوجها إلى واشنطن 3 يام جدول مزدحم في نهايته سيكون اجتماع القادة الحقيقة أن السؤال مش ماذا تريد أمريكا من أفريقيا ولا ماذا تريد أفريقيا من أمريكا أولا هذه هي ثاني قمة أفريقية أمريكية القمة السابقة كانت 2014 في عهد الرئيس الأمريكي أوباما السؤال اللي بيطرح في كل صحافة العالم خاصة في الصحافة الأمريكية ماذا تقدم واشنطن للقرى الأفريقية القرى الأفريقية يتصابق عليها سواء في التجارة أو الاستثمار أو التسليح أو البناء أو كل شيء يتصابق عليها الصين أولا واللي دخلت بقالها فترة طويلة والأرقام بتتكلم على يعني أرقام تجارة ضخمة للصين هي أكبر شريك تجاري حوالي 261 مليار دولار وبالتالي أيضا أكبر ديون أفريقية للصين ثم تأتي روسيا كأكبر مصدر للسلاح للقرى الأفريقية وحجم تبادل تجاري أيضا ضخمة حوالي 20 مليار دولار 3% من التجارة الخارجية الروسية وده في 2018 وثم تأتي تركيا أيضا تركيا مستثمر مهم وحجم استثمارات في 2019 تصل إلى 46 مليار دولار ومتوقع تصل إلى 50 مليار كان متوقع أنها تصل إلى 50 مليار في 2020 إذن ماذا تقدم واشنطن لإفريقيا هذا هو السؤال